السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا درس من كتاب الرياضيات على الصفحة 26 مقارنة سعات مقارنة سعات أولا ما هي السعة في قياس الأطوال قلنا الطول لكن السعة نقول سعة القارورة ولا نقول وزن أو طول القارورة نقول سعة القارورة هذه القارورة سعتها واحد لتر واحد لتر الطول نقول واحد متر في الطول في السعة نقول واحد لتر بالنسبة للسوائل الماء أو العصير أو الحليب بالنسبة للسوائل نقول السعة وتقاس باللتر هذه القارورة واحد لتر لكن هذه القارورة الصغيرة كم تساوي؟ تساوي خمسين سنتي لتر خمسين سنتي لتر تحتوي القارورة الكبيرة على قارورتين صغيرتين معناها نفرغ هذه القارورة الأولى خمسين سنتي لتر ونفرغ القارورة الثانية خمسين سنتي لتر كم يصبح؟ تصبح هنا 100 سنتي لتر وتشوي أيضا واحد لتر نفهم؟ إذن قارورتين من خمسين سنتي لتر تشوي قارورة واحدة من واحد لتر نفهم؟ الآن نتحول إلى الدرس إذن في هذا الدرس نركز على المفردات الجديدة معنى الركز على السعة وبماذا تقاس السعة؟ تقاس باللتر للأحجام الكبيرة والأحجام الصغيرة تقاس بالسنتي لتر هذا هو المغزى من درسة عنها اليوم إذن نبدأ على بركة الله تريد ليلة استعمال قارورة سعتها خمسين سنتي لتر كما قلنا سابقا لملء الأوعية الثلاثة بالماء كم قارورة يلزمها لملء كل وعاء؟ الأوعية الثلاثة ألف با جين قلنا هذه هي القارورة الصغيرة تحتوي على خمسين سنتي لتر وهذه واحد لتر قلنا تحتاج إلى قارورتين معنى ثنين معنى خمسين سنتي لتر ونزيد الأخرى خمسين سنتي لتر تبدأ عندنا واحد لتر الآن الوعاء ثلاثة لتر كم يحتاج من قارورة؟ إذن هذه تحتاج واحد لتر تحتاج إثنان ثلاثة لتر معنى إثنان 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 إذن تحتاج ست قارورات خمسين سنتي لتر خمسة لتر كيف تحتاج؟ تحتاج خمسة والخمسة تحتاج عشرة تحتاج عشرة كاملة من قارورة خمسين سنتي لتر إذن تحتاج عشرة قارورات كاملة قال ارتب الأوعية ثلاثة من الأصغر سعة إلى الأكبر سعة قذية الأولى ألف عفوا با ثم ألف ثم جين إذن قال انقل على كراسك ثم أكمل بالعدد المناسب عندنا مئة سنتي لتر قلنا هذه القارورات تحتاج مئة سنتي لتر كم تساوي من لتر؟ واحد لتر واحد لتر إذن هذا القانون يجب أن نحفظه مئة سنتي لتر تساوي واحد لتر وواحد لتر تساوي مئة سنتي لتر ولازم يتذكرها بهذه التجربة دل القارورة الصغيرة والقارورة الكبيرة تحتاج قارورتين ثم نقول 50 سنتي لتر زائد 50 سنتي لتر كم تساوي من سنتي لتر؟ 50 زائد 50 تساوي مئة سنتي لتر الان 5 س comer كم تساوي من سنتي لتر؟ القلنا تحتاج 10 قارورات كل قارورة في 50 سنتي لتر إذن 500 سنتي لتر هذه تكون صعبة على التلاميذ إذن أنا مضطر هنا إلي أذهب إلى الجدول الجدول مكشف في هذا الدرس كان في درس آخر إن شاء الله الدرس القادم سيكون في السعة نقراه بالجدول لكن أنا هنا في هذه النقطة أغلبي التلاميذ ما قدرواش يستوعبوا هذه التحويلات إذن تحولنا مباشرة إلى الجدول بكل سهلة إذن هنا نجو للجدول قلنا القانون هذا لازم يحفظه واحد لتر ننزلها ك واحد لتر كم يساوي؟ يساوي مائة سنتي لتر سنتي لتر هذين فهم؟ الآن رحوا للتحويلات قال مثل ثلاث لتر شحل فيه من سنتي لتر؟ مثل اثنان لتر كم يساوي من سنتي لتر؟ هنا لازم نذهب للجدول للجدول كيف نسموه؟ نعلم التلميذ باللي يرسم الجدول مقسم لثلاث خانات إذا الخانة الأولى هذين ندروا فيها اللتر هذه نخلوها فارغة وهذه ندروا فيها سنتي لتر الآن نقلنا واحد لتر نكتب واحد لتر واحد لتر واحد لتر شحل فيها من سنتي لتر؟ نجيب مستارة ونقرأ هنا واحد لتر نحوس على سنتي لتر هذه السنتي لتر إذا نزيدها أصفار شحل تبدأ؟ مائة إذا مائة سنتي لتر الآن قل ثلاث لتر نعود نصم الجدول لكي تذكره تلاميذ قلنا نقسمه على ثلاث خانات اللتر نحن ندروا فيها أولو ندروا فيها سنتي لتر قال ثلاث لتر ثلاث لتر شحل فيها من سنتي لتر؟ نحوس على سنتي لتر هنا سنتي لتر إذا نضع فيها سفرين شحل تبدأ؟ ثلاث مائة إذا ثلاث مائة سنتي لتر هنا قال ثنين لتر اثنين لتر شحل فيها من سنتي لتر؟ نحوس شحل فيها من سنتي لتر؟ ها هنا سنتي لتر إذا نملأ الجدول بالأصفار تصبح مائة سنتي لتر مائة سنتي لتر الآن نذهب للطريقة أخرى وهي مثل عندنا 500 سنتي لتر شحل فيها من لتر؟ أو عندنا 500 سنتي لتر شحل فيها من لتر؟ نعود نفس الشي نروحوا للجدول نرسموا الجدول قلنا الجدول كيف نرسموه؟ نرسمو الجدول فيها ثلاث خانات هذه لازم يحفظوها فيها ثلاث خانات الخانة الأولى ندر فيها لتر الخانة الثانية ما ندر فيها ولو الخانة الثلاثة ندر فيها سنتي لتر م clase 300 سنتي لتر السبري كيف ننستطLuها؟ لنرسوا هذه السبري that's that Hmm صفر هذا من قريب سنتي لتر معنى السفره هذا في المنزل التعامل سنتي لتر هيا هنا вполне هذا سيكتبناه الباقي هنا نكتبه 300، اذا نكتبها من zinc نكتبها من هنا 3 ersatz ثم قال لنا ماذا فيها من اللتر ونحوص على اللتر وراء اللتر هنا اللتر إذن هنا نتوقف ما نكتبوش لتحت المسطرة نكتبو الباقيين هادو ماذا الباقي ثلاثة إذن تساوي ثلاثة لتر الآن لدينا 500 سنتي لتر 500 إذن نكتبو هذا السفر في منزلة سنتي لتر هذا السفر ره قريب للسنتي لتر إذن نكتبوه في سنتي لتر السفر هنا نزيد ونكملوا الباقي الأرقام ونكتبوهم إذن نكتبو هنا سفر هنا خمسة تصبح 500 الآن قال 500 سنتي لتر كم تساوي من اللتر رح نحوص على اللتر هنا نتوقف هنا اللتر صحيح ها هو اللتر نتوقفو شحال تساوي تساوي خمسة إذن تساوي خمسة لتر نعيد ندرو رقم آخر مثال هنا عنا 900 scl شحال فيها من اللتر هنا عنا 300 scl شحال فيها من اللتر هنا لدينا سبعة لتر شحل فيها من سنتي لتر نرسم الجدول واحد هذه سهل جدا على التلاميذ لكن لازم الإعادة إذا نرسم الجدول قلنا فيه ثلاث خانات قلنا فيه اللتر هذه منذل فيه أولو سنتي لتر قال تسعمائة سنتي لتر قلنا الصفر هذا راه في منزلة سنتي لتر إذن الصفر هذا راه في منزلة سنتي لتر نكتبوه نكمل الآقام تسعمائة إذن قالنا تسعمائة سنتي لتر شحل فيها من لتر نحوس على اللتر هنا إذن فيها تسعة جيد قال هنا ثلاث مئة سنتي لتر ندير الصفر هذا في منزلة سنتي لتر هنا ونكمل ثلاث مئة ثلاث مئة سنتي لتر كم فيها من لتر سنضغط في المستارة لقد جعلنا اللتر ساي ثلاثة إذن نكتب ثلاثة لتر الآن قال سبعة لتر سبعة في منزلة اللتر سبعة في منزلة اللتر هنا إذا قال كم تشوي من سنتي لتر؟ تذهب إلى سنتي لتر هنا مكتش سنتي لتر هنا مكتش سنتي لتر إذن هاو سنتيليتر نخلو المستاركة مرة ما حال تساوي؟ تساوي سبعة والخانات هذو قلنا الخانات هذو لازم نعمرهم بالأصفار إذن هنا سفر وهنا سفر ما حال تصبح؟ نقرأ الرقم هذا العدد هذا سبعمائة إذن نكتبه هنا تساوي سبعمائة سنتيليتر نفهم؟ نعيد مرة أخرى أو أخيرة مرة أخيرة الآن عندنا واحد لتر زائد خمسون سنتيليتر ما حال فيها؟ من سنتيليتر عندنا ثلاثة لتر ما حال فيها؟ من سنتيليتر وعندنا خمسمائة سنتيليتر ما حال فيها؟ من لتر نعود نرسم الجدول قلنا نرسم ثلاثة خانات الخانة الأولى فيها لتر ثانية ما ندلو فيها ولو ثالثة ندلو فيها سنتيليتر إذن قال واحد لتر زائد خمسون سنتيليتر ما حال فيها من سنتيليتر؟ نكتبه واحد لتر ما حال فيها؟ إذن واحد لتر وراها في منزلة اللتر إذن نكتبه هنا واحد ما حال فيها من سنتيليتر؟ هنا نتوقف إذن ما حال فيها من سنتيليتر؟ فيها مئة إذن تساوي مئة سنتيليتر زائد خمسون هذه ما نتساوهاش نحسبنا هذه فقط مئة زائد خمسون كم تصبح؟ مئة وخمسون سنتيليتر ثلاثة لتر إذن نكتبه ثلاثة في منزلة اللتر ثلاثة في منزلة اللتر ما حال تساوي من سنتيليتر؟ نحاوز بالمستورة سنتيليتر هنا سنتيليتر ما حال تساوي ثلاثة فقط؟ وهذه الفارغات ندل هنا صفر وهنا صفر تصبح ثلاثة ومئة هنا لدينا خمس ومئة سنتيليتر إذن خمس ومئة سنتيليتر وقلنا صفر هذا راه في منزلة سنتيليتر نكتب الصفر هنا نكمل الرقم لعادة خمس ومئة الآن خمس ومئة سنتيليتر كم تهم اللتر؟ نحاوز على اللتر هنا اللتر شرق يتحوي خمسة خمسة لتر هذا هو درس لنها اليوم يحفظ الدرس على الجدوى والتحويلات هذا يبدو برقمدخل نحاول ان ندخل ويتذكر بالقرورة الصغيرة والقرورة الكبيرة لذلك ينسى اللتر مع الصينتيليتر وعلى الأقل تذكر القرورة كبيرة والقرورة الصغيرة نبقى الغشوركم مع التحويلات راكين تحويلات قادمة إن شاء الله ويفهم الطفل بسهولة وبسرعة إن شاء الله إلى هناك ونخلص معنا الفيديو لنهى اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته